السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم اليوم بخبر من أجمال الأخبار في نهار رمضان رحم الله أخونا وليد في واحدة تقرب لزوجته اسمها أختنا ريا فكان شافة الإسلام وتعامل المسلمين مع بعضهم والكلام هذا كله وتواصلت معي قبل كم يوم بتقول لي أنا حبا سأدخل الإسلام فقلت أنا أوكي أنا حشوف لك الموضوع وأبغى أعلمك الإسلام أولا وكذا ولكن من شدة حماسها الله يكتب لها الأجر ويثبتها إن شاء الله على الإسلام والدين الإسلامي اليوم بلغتني أنه راحت أقرب مسجد لهم ونطقت الشهدتين وصارت أختنا في الله المسلمة وحبت أبلغكم بهذا الخبر الجميل في نهار رمضان في يوم الجمعة الفضيل وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه وبإذن الله أكثر من غيرها موجودين كثيرين إن شاء الله راح يدخل الإسلام وليس بغرض الزواج أو بغرض آخر بغرض حاجة واحدة بس رغبة في دخول الإسلام الحق وماشاء الله وتبارك الله مثل ما خبرتني أو بلغتني من كثر ما حست أنه القبول والراحة قامت تبكي في المسديد والأخوات ماشاء الله بجنبها لأنه نطقت الشهادتين بعد صلاة الجمعة وخبر ماشاء الله وتبارك الله لا يمكن أن تصبر حتى أحلق الزواج على طول حبايب كلكم أترك لكم في صورة الفيديو وأترك لكم صورتها وهي في المسديد تنطق الشهادتين ومعاها بنتها متبنيتها وأهلا وسهلا بكي أختنا ريا أهلا وسهلا بكي أختنا ريا إن شاء الله بدك دقنا مرأة من بارك إسلام إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة